اشتركوا في القناة طيب انا عايز احتفظ بالنسخة دية على جهاز الكمبيوتر بحيث ان انا احرقها بعد كده على فلاشة وابدأ اسطبها انا بنفسي مش معقولة كل شوية اخذ الفلاشة دي من واحد صديقي لو حضرتك مهتم ازاي هنعمل ده تابع معايا الفيديو للنهاية طيب باذن الله هنعمل ده مع بعض ازاي الخطوة الاولى ان احنا نروح راحين على متصفح بتاعنا هنفتحه ونيجي في خانة البحث نضع رابط تحميل البرنامج اللي احنا هنستخدمه البرنامج طبعا برنامج جميل وخطير اسمه باور ايزو نضغط على انتر تمام وننتظر لحديث مصفحة البرنامج تفتح طبعا باذن الله هترك لك رابط تحميل البرنامج في صندوق الوصف هتلاقي حضرتك البرنامج منه نسختين نسخة لو كان الويندوز بتاعك اتنين وثلاثين بيت او نسخة لو كان الويندوز بتاعك اربعة وستين بيت طيب قبل ما نحمل لازم نعرف نوع نسخة الويندوز اللي موجودة على جهازك هنعرف ده مع بعض ازاي كل انت تعمله تقف على مايك كمبيوتر وتعمل كليك يمين وتنزل على خصائص وتنتزل لحديث ما يزهر ليك بيانات جهاز كمبيوتر بتاعك تمام زي ما حضرتك شايف كده انا هنزل دوقتي اقول نوع النظام هتلاقي ان نوع النظام عندي اربعة وستين بيت يبقى انا بالتالي بازن الله هحمل النسخة اللي هي اربعة وستين حضرتك لو كان الجهاز بتاعك اتنين وتلاتين هتحمل النسخة اتنين وتلاتين عشان ما يحصلش معاك مشكلة وانت بتشغل البرنامج هبدأ اضغط على اللي هو نسخة اللي هي اربعة وستين بيت عشان الجهاز بتاعي اربعة وستين بيت وننتظر لحديث ما تبدأ عملية التحميل زي ما حضرتك شايف كده البرنامج مساحته صغيرة هي اربعة ميجا ونص هبدأ اضغط على بدء التحميل وانتظر لحديث ما عملية التحميل تنتهي وانتبع مع بعض الخطوات الباقية اللي احنا هنعملها عشان نستخرج نسخة الويندوز من على الفلاشة اللي محروق عليها ويندوز تابع معايا الفيديو للنهاية زي ما حضرتك شايف كده البرنامج كده انتهى من عملية التحميل بعد ما حملنا البرنامج هيظهر بالصورة دية على جهاز الكمبيوتر ده الملف اللي احنا هنسطر منه هنقف عليه ونعمل كليكي مين وبعد كده نضغط على تشغيل كمسؤول ونقول له نعم وننتظر لحين بدء عملية استطاع هيبدأ يظهر معايا بالصورة دية هقول له ايام اجري وبعد كده هضغط على اكسبت وينستول وننتظر لحين انتهاء من تسطيب البرنامج تمام نضغط على نيكست ونضغط على كولوز هيفتح معايا الصفحة بتاع البرنامج بيشكرني على عملية استطاع وان التسطيب تم بنجاح الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح رايح على الايكونة بتاع البرنامج اللي موجودة على سطح المكتب واضغط عليها عشان البرنامج يفتح معايا طبعا البرنامج فتح معايا بالصورة ديت هبدأ اركب الفلاشة اللي محروق عليها نسخة الويندوز في جهاز الكمبيوتر بعد ما ركبت الفلاشة ممكن الملفات تقرأ على طول زي ما حرك شايف كده نسخة الويندوز اللي محروق على الفلاشة الملفاتها ظهرت عندي بالكامل طب لو ما ظهرتش هتروح رايح على اللي هو مايك الكمبيوتر تمام تضغط عليه وتنتظر لحديث ما يفتح معايا تظهر اللي هي البرتشنات ومنهم الفلاشة طبعا واضح انها محروق عليها نسخة الويندوز هضغط عليها عشان استعرض الملفات من الداخل هتظهر معايا الملفات بالصورة ديت هبدأ احددها بالكامل تمام هتبدأ ترجع مرة تانية للبرنامج تبدأ تسحب الملفات بتاع نسخة الويندوز بالكامل وترميها في قلب البرنامج زي ما حضرك شايف كده هبدأ اقافل بقى الفلاشة انا مش محتاجها نسخة الملفات بتاع الفلاشة كلها تحط تفايل بالبرنامج هتروح رايح بسرعة على وبعد كده تنزل على وبعد كده تبدأ تسمي نسخة الويندوز بتاعك طبعا انا النسخة دي نسخة ويندوز حداشر تمام كده هو برو هبدأ اكتب اسم النسخة نيجي للخطوة ديت مهمة جدا عشان تعرف تحرق بعد كده النسخة على فلاشة تختار سيغة ايزو تمام تبدأ تحدد المكان اللي انت عايز تحفظ فيه النسخة تحتك وانا افترض انا هحفظه على سطح المكتب تمام وبعد كده اضغط على زي ما حضرك شايف كده بدأت عملية الحفز ولو الحضرك لاحظت هتلاقي ظهر عندي ملف ايزو على سطح المكتب موجود مكتوب عليه ويندوز حداشر برو كل انت هتعمله في الوقت ده هتنتظر لحين الانتهاء من سحب نسخة الويندوز اللي كانت موجودة على فلاشة الى ملف ايزو على سطح المكتب بتاعك طبعا الوقت الافتراضي بتاع العملية ديت زي ما وحضرك شايف كده حوالي خمس دقايق كل اللي انا هعمله دوقتي ان انا هوقف الفيديو وارجع عليك مرة تانية بعد الانتهاء من تحويل نسخة الويندوز اللي كانت موجودة على فلاشة الى ملف ايزو قابل بعد كده للحرق على اي فلاشة مرة تانية تابع معايا الفيديو زي ما حضرك شايف كده العملية شرفت على الانتهاء بكده تم سحب النسخة الويندوز اللي كانت موجودة على فلاشة الى ملف ايزو موجودة على جهاز الكمبيوتر زي ما حضرتك شايف معايا الخطوة الاخيرة بقى اللي موجودة في الفيديو ازاي نحرق الملف بتاع الايزو اللي احنا استخرجان من الفلاشة على فلاشة تانية طبعا لازم هنحتاج برنامج حر اللي هو برنامج ريفوز اه اي نسخة هنبدأ نضغط عليها تمام كده هتقول له نعم ننتظر طبعا لما البرنامج يفتح معنا ايفتح معايا بسطورة ديت طبعا في الوقت ده انت تكون حاطة فلاشة على جهاز الكمبيوتر بتاعك في فلاشة هي ستتاشر اه جيجا تبدأ تختار النسخة بتاع ملف الايزو هيبدأ يستعرض لك المكان بتاعها طبعا احنا كنا شايلينها على سطح المكتب زي ما حضرك شايف كده ظهرت ويندوز حضاشر برو هضغط على فتح تمام ظهرت عندي على طول في قلب اللي هو برنامج ريفوز هتبدأ تختار اللي هو جي بي تي يا ام بي ار حسب نوع الجهاز بتاعك انا طبعا الجهاز بتاعي جي بي تي فعلى طول هو ارى جي بي تي وتبدأ تضغط على اللي هو الحرق هنا بيقول لي انت عايز تشيل متطلبات الامان بتاع اللي هو تي بي ام الشريحة ديت وتشيل متطلبات حساب ميكروسوفت عشان ما تدخلوش وانت بتسطى بنسخة الويندوز وتبدأ حضرتك تضغط على اوكي هو هيبدأ يقول لك ان هو هيبدأ يمسح كل اللي موجود على الفلاشة بتاحتك فيبدأ اضغط على نعم هيقول لي ان همسح كل الملفات هقول له موافق زي ما حدراك شايف كده هيبدأ يعمل عملية حرق النسخة الويندوز على فلاشة تانية طبعا زي ما حدراك شوفت كده الموضوع آآ تم بنجاح ان احنا قدرنا ان احنا نستخرج نسخة الويندوز اللي كانت محروقة على فلاشة وبعد كده نحولها لملفة ايزو قادر ان احنا نحرقه على اي فلاشة مرة تانية طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته